من بغداد مراسل الغد محمد فاضل محمد ماذا عن الوضع الآن في محيط المنطقة الخضراء بعد الهجوم الساروخي وهل أعلنت أي جهة مسؤوليتها؟ حتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الصواريخ التي أطلقت فجر اليوم لكن القوات الأمنية أعلنت بأنها قد وجدت المنصة التي أطلقت منها هذه الصواريخ والصواريخ كانت أربعة ثلاثة داخل المنطقة الخضراء اثنان منها قرب السفارة الأمريكية لكنها لم تصب السفارة الأمريكية وأيضا أحد الصواريخ أصاب مقر الدعم اللوجستي للحجر الشعبي في شارع فلسطين طبعا دون وجود أي أضرار تذكر بشرية لكن هناك أضرار مادية يبدو أنها حدثت داخل مقر الحجر الشعبي في نفس الوقت طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها المنطقة الخضراء وكالعادة لا تعلن أي جهة مسؤوليتها ولا تقول القوات الأمنية من الجهة التي أطلقت هذه الصواريخ عموما الوضع الآن في محيط المنطقة الخضراء هناك انتشار أمني مكثف هناك تفتيش لدخول العجلات إلى المنطقة الخضراء وخروجها إضافة إلى أن المروحيات التي حلقت فجر اليوم قبل قليل فقط قد اختفت كانت تحلق فوق المنطقة الخضراء وهي مروحات أمريكية قبل قليل كما قلت اختفت وأيضا يبدو أن الوضع سيعود إلى استثباب نوعا ما خلال الساعات القليلة المقبلة طيب هل خرج أي تصريح من السفارة الأمريكية بهذا الخصوص؟ لا لم يخرج أي تصريح من السفارة الأمريكية ننتظر طبعا أن يكون هناك بيان للسفارة الأمريكية لكن عموما في مثل هذه الحالات قد تصدر السفارة الأمريكية بيان وقد لا تصدر بيان في بعض الأحيان أصدرت بعض البيانات وفي بعض الأحيان لم تصدر أي بيان طيب محمد ماذا عن الأنباء المتواترة بشأن الإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة؟ طبعا بحسب التسريبات يبدو أن علاوي مقبل على إعلان هذه الحكومة المقبلة خلال هذا الأسبوع هناك تسريبات تفيد بأن علاوي قد أتم عملية استكمال وزاراته وقد حدد الأشخاص الذين سيستوزرون في حكومته المقبلة هناك أنباء تشير إلى أن خمسة أو ست وزارات سيكونون من حصة المرأة في هذه الوزارات هناك أسماء أيضا سربات منها الفريق ركن عبدالوهاب الساعدي سيكون ربما للداخلية جمعة ناد الفريق ركن جمعة ناد للجيش ربعا هذه ليست مؤكدة لكنها تسريبات صفية سهيل وهي سفيرة العراق في إيطاليا ربما أيضا رشحت هي وشخصية أخرى لوزارة الخارجية سلام اسميسم الدكتور سلام اسميسم لوزارة التعليم العالي الأحمد راضي وهو لاعب دولي سابق وعضو مجلس النواب ربما أيضا رشحة لوزارة الشباب ورياضة حتى الآن هذه الأسماء التي سربت لكنها ليست أكيدة وبالتالي قد نشهد يوم الثلاثاء المقبل بحسب التسريبات إعلان للحكومة لكي تنال الثقة داخل مجلس النواب هذا مع وجود رغبة من قبل بعض الكتلة السياسية بعدم تصويت لهذه الحكومة منها تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم وأيضا التيار الآخر الذي يقوده حيدر العبادي اتضحت السورة محمد فاضل مراسل الغد كنت معنا من بغداد شكرا لك اشتركوا في القناة